انا بصحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقمه مساء اليوم سعادة السيد عبد الرحمن خليل أحمد سفير جمهورية السودان الشقيق لدى مملكة البحرين بفندق الدبلومات وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلال السودان بحضور عدد من كبار المسؤولين وعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة تحياتي وتهانية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى فخامة الرئيس عمر حسن البشير وإلى شعب السودان الشقيق بهذه المناسبة العزيزة وتمنيات سموه للدولة الشقيقة مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار وأكد سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة عمقى ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وحرص متبادل على تنمية التعاون الثنائي القائم بين البلدين إلى مستويات أعلى تعود بالنفع على البلدين والشعبين من جانبه أعرب السفير السوداني عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه الدائم بكل ما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة معربا عن تمنياته لمملكة البحرين وأشعبها باستمرار التقدم والتطور ترجمة نانسي قنقر